السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم متابعيني الكرام ومتابعيني القناة من الآخر الخلاصة لو أول مرة الزر في القناة رات تشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أستطيع الفيديو مكتبع على الاشتراك واسبسكرايب أعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس لأصل لكل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متابعيني الكرام معكم محمد نور الدين خلالنا نتكلم عن ترتيب فرق الدوري التونسي ترتيب البطولة التينوسية وترتيب الهدفين ونتائج المباريات اليوم الأربعة تلاتين واثنشر عالفين وعشرين مع بداية الجولة الخمسة من الدوري التونسي النهاردة كان عندنا مباراة المفروضية مؤجلة من الجولة التانية وكمان تأجلت النهاردة مباراة الأوليمبي الباجي أمام نادي السفاقسي أما المباراة اللي تلعبت فهم أربع مباراة بنفردان فاز على النادل الأفريقي 2-0 مستقبل سليمان أو سليمان الرياضي فاز على النجم المتلوي 1-0 اتحاد تضوين تعادل أمام أوليمبي الباجي 0-0 ومستقبل الرجيش فاز على شبيبة القيروان 2-0 دعنا نتعرف على ترتيب فرق الدوري التونسي بعد انتهاء مباراة اليوم الأربعة تلاتين واثنشر عالفين وعشرين مع بداية الجولة الخمسة في صدر ترتيب جدول الدوري التونسي بعد انتهاء مباراة اليوم التراج الرياضي التونسي في المركز الأول بعشر نقاط من أربع مباراة النجم الساحلي في المركز الثاني بتسع نقاط من أربع مباريات الملعب التونسي في مركز الثالث بثمان نقاط من أربع مباريات مستقبل الرجيش في مركز الرابع بثمان نقاط من خمس مباريات بينفردان في مركز الخامس بثمان نقاط من خمس مباريات النادي صفاقسي في مركز السادس بثمان نقاط من ثلاث مباريات نجمل ما تلاه في مركز السابع بثمان نقاط من خمس مباريات مستقبل سليمان في المركز السامن بسبع نقاط من خمس مباريات الأوليمبي الباجي في المركز التاسع بست نقاط من أربع مباريات الناد الأفريقي في المركز العاشر بخمس نقاط من خمس مباريات الرياض البنزرطي المركز الحدي عشر بسلاس نقاط من أربع مباريات التحدي أضوين في المركز الثاني عشر بسلاس نقاط من خمس مباريات ومنستير في مركز ثلاث عشر بنقطة من أربع نقاط التحدي المنستير في مركز الثلاث عشر برصيد نقطة واحدة من اربع مباريات وشبابة القرام في مركز الرابع عشر والاخير بنقطة واحدة ايضا ولكن من خمس مباريات عندنا في صدارة هدافي الدوري التونسي بعد انتهاء مباريات اليوم الاربعاء تلاتين اتنشر الفين وعشرين مع عبدالي الجول الخمسة في صدارة الهدفين فراس شواط لعب النادي الصفاقسي باربع هداف في المركز الثاني بلال ايا مالك لعب ملعب التونسي بثلاثة هداف تساوى مع وحمد الهوني لاعب الترجل الرياضي التونسي في المركز الثالث بهدفين النضال بن سالم لاعب مستقبل الرجيش ومحمد بن طرشا لاعب اتحاد كردان او بن فردان هيسم المحمدي لاعب اتحاد بن كردان فوسيني كوليبالي لاعب الترجل الرياضي التونسي واللاعب بلال المجري لاعب الملعب التونسي وياسيني الشماخي لاعب النادي الافريكي وسليمان كوليبالي سليمان كوليبالي لاعب النجم الساحلي بعد كده عندنا معظم الهدفين نسجلنا الهدف واحد زي ما انتا شايفهم كده وتمعين الكرام كان معكم محمد دور الدين من قناة من الاخر وخلاص قدمنا لكم ترتيب فرقة دوري التونسي وترتيب الهدفين ونتائج مباريات الجولة الخامسة من الدور التونسي لهذا اليوم الأربعاء تلاتين اتناشر عالفين وعشرين اشترك في القناة فعلى زر الجرس اعملاك الفيديو نراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته